للوهلة الأولى تبدو كأنها كتل خرسانية على الطريق لكنها في الواقع خطوط ممرات عبور المشاة بتقنية ثلاثية الأبعاد تمارس خداعاً بصرياً يهدف لإجبار السائقين على تخفيف السرعة نأمل أن يكون أصحاب السيارات وركب الدرجات أكثر انتباهاً للمشاة عند عبورهم الطريق لذلك رسمنا هذه الخطوط معابر ثلاثية الأبعاد لجد بانتباه السائقين وفي نفس الوقت لدفع المشاة لعبور الطريق في المكان المناسب بإضافة ظلال رمادية بزاوية معينة إلى العلامات البيضاء المستطيلة الأربع العادية تبدو العلامات وكأنها مرتفعة بضعة سنتيمترات فوق الأرض يستمر المشروع التجريبي في المدينة حتى مايو 2024 وبحلول هذا الوقت سيتضح ما إذا كانت العلامات الثلاثية الأبعاد أكثر أماناً هذه مشكلة كبيرة وفقاً لقواعد المرور الدنماركية عليك التوقف بشكل تام كما يحدث في جميع أنحاء العالم لكننا نرى أن هذه القواعد لا تحترم من قبل البعض هذا الابتكار طبق في أسلندا وأستراليا وتايلند وأظهرت التجربة أن الخداع البصري يؤثر على بعض السائقين لدرجة أنهم يفرملون بشكل مفاجئ ويتسببون بوقوع حالات طارئة لكن هذا لم يمنع سلطات المدينة الدنماركية المعروفة بنهجها التقدمي في عام 2019 تم تصميم أضواء إشارات المرور من رموز تعود إلى شعب الفايكينغ للتذكير بتاريخ المدينة موسيقى